السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإزايكم عاملين إيه يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة يا رب حبيبي كتير طلبوا مني بس بوسة الأكياس الجهزة فقررت النهاردة إن شاء الله أعملها معاكم طبعا أنا كنت عملتها بلكده معاكم فيديوهين عن البس بوسة عملت بس بوسة الطاصة على عين البتو جاز وكمان عملت البس بوسة بتاعت الحلواني والي اتنين عجبوا ناس كتير أقو منكم فالنهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البس بوسة الجهزة زي ما أنتوا شايفينها كده أنا جايبة النهاردة معاكم حلو الشام ده أفضل نوع أنا جربته فالنهاردة إن شاء الله هنعمله مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة النهاردة أنا هستخدم معاكم كيس واحد بس من البس بوسة الجهزة لو أنت بقى عايزة ضعف كمية تمام تمام كده ده شكل البس بوسة الجهزة بتبقى نعمة كده طبعا هم ضيفين عليها سكر وكمان جسد الهند تمام كده يلا بينا بقى نصلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف إزاي هنعمل البس بوسة بتاعتنا هتطلع معانا مرملة وطرية وشربة شربات وتحفة زي الجهزة بالزبط هنا طبعا معانا مع لقة صغيرة بكم بودر حطتها على دي البس بوسة وروح تجاي مقلبها بالشكل ده هنا بقى معانا طبق هضيف عليه كبايز زبادي كبيرة ولو ما عندكيش زبادي بلدي ممكن تحطي زبادي المعلبات عادي خالص اللي هو جهينة والكلام ده بس هم حاجة يكون سادة هضيف عليهم كمان معلقتين كبار سمنة ويفضل تكون سمنة بلدي وكمان هضيف عليهم معلقة كبيرة عسل كولوكوز طب انت لو ما عندكيش عسل كولوكوز ممكن تحطي عسل نحل طب ما عندكيش عسل نحل هتعملي له عسل لا تقيل اللي هو كباية السكر على كباية مية والسيبون يغلو على النار لغاية لما يتقل معاكي بالشكل ده هتروح الجاية حطة منه معلقة على الخليط بتاعنا وتقلبيه كويس جدا تمام وبالنسبة قصة لعسل الكولوكوز هو رخيص مش غالي يعني العلبة دي تبقى عاملة عشرة جنيه موجودة عند العلاف او السوبر ماركت هنا بقى نضيفت عليها بقى البسبوسة لما انت شايفك كس البسبوسة ضيفت عليها هقلبها بس كده بك البسبوسة تشرب معايا كده بالشكل ده وتشرب كل السوايل طبعا البسبوسة مش بتتعجني يا جماعة بتقلبيها بس تقليب بس كده بالشكل ده خلوس كده تمام وزي الفل هجيب بقى الصينية بتاعتي النهاردة انا هعملها بالصينية ديت عشان الصينية الألمونية بتاعتي كنت عاملة فيها كيكة فطبعا ايه هعمل النهاردة البسبوسة هنا فهروح جايدة هناك كده بالسمنة واجيب بقى البسبوسة وروح جاية حطاها تمام وبعد كده هفردها بقى طبعا الصينية صغيرة مش كبيرة بس بصراحة مش عافة المقاس بتاعها قديه بالزبط بس هي صغيرة وهروح جاية طبعا ايه زي ما انت شايفها كده فردها هخبطها بقى كده مرة كده في الرخامة عشان خاطر تتساوى وتبقى كلها ايه مقاس واحد تبقاش حتة عالية وحتة واطية لأنا عايزها كلها مقاس واحد بعد كده بقى دخلها الفرن بقى على درجة حرامية وتمانين وحطها في الرف الوسطاني وهسيبها لمدة عشر دقايق او اقل كم من عشر دقايق او ما تاخد معايا لون احجافتها عليها الشوية برضو تحمرلي كده من فوق باكية تمام وزي الفل هنا بقى نبقى بعمل الشرباط معيير الشرباط بتاعنا كباية السكر واحدة بس عليها كباية ونص مية ماشي؟ كباية ونص مية وحطهم على النار يغلوا معايا لمدة خمس دقايق وبعد كده اضيف عليهم الفلالية اول ما البسبوس تطلع معاك على طول من الفرن هتروح جاية سقياها بالشرباط ولازم الشرباط يبقى مغلي يبقى سخني جدا كده معاك والبسبوسة لسه مطلعها من الفرن اسقي على طول البسبوسة بالشرباط وهتروح جاية مغطيها لمدة ربع ساعة وبعد ربع ساعة بداي بقى شير الغطى من عليها وقطعيها بس بها تهدى شوية عشان تقام تمسكها معاك لو قطعتيها وهي سخنة هتقام دايبة معاك تمام؟ فس بها تهدى وبداي بقى قطعها بقى القطع بقى زي ما انت عايزها طبعا زي ما انت شايفها كده لو السمك بتاعها قليل شوية وانت عايزها ادخل من كده هتزود الكمية يعني عاملة كيس واحد بس سميت هتعمل انت ايه كيسين تمام؟ والسباها تهدى زي ما قلتلك وبداي بقى قطعيها بالشكل ده تحفى بجد وطعمها لذيذ جدا جدا وزي الجهزة بالضغط مش تقدر تفريقها عن الجهزة تشترى من المحلات زي ما انت شايفها كده يا رب الوصل بتاع تكون عاجبتكم النهاردة سهلة وبسيطة وسريعة وما تنسوش تدعموني على قناتي على اليوتيوب مطبخهم وسلسبيل وما تنسوش تحطوني اللايك وتكتبونيكم منت حلو وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته